رغم المحاولات المستميتة لأحزاب السلطة في العراق باتخاذ مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس دريعة لضرب تظاهرات ثورة تشرين إلا أن ذلك فشل فشلا كاملا في الساحات والميادين وفي تقرير نشرته صحيفة فورين أفيرز الأمريكية قالت فيه إن قتل سليماني والمهندس أتاح الفرصة للعديد من زعماء الكتل السياسية الشيعية لإعلان معادات أمريكا من أجل تشويه صورة التظاهرات وتشتيت انتباه الرأي العام عن فشل الطبقة السياسية على مدار 16 عاما من حكم البلاد لأن التظاهرات بحسب فورين أفيرز شكلت ضربة للنخبة السياسية في جوهرها فلجأت إلى معادات واشنطن للحفاظ على مكانتها عبثا بعد أن فشلت محاولات إنهاء التظاهرات كما أن أحزاب السلطة فشلت في الاتفاق على مرشح بعد استقالة عبد المهدي منذ نهاية تشرين الثاني الماضي وبمقتل سليماني أصبح الطريق أمام الكتل السياسية مجهولا محاولات مقتدى الصدر وهادي العامري زعيم ميليشيا بدر في توحيد الصف السياسي لضرب التظاهرات تحت مسمى إخراج القوات الأمريكية يصفه تقرير الصحيفة بأنه يرقى إلى مستوى تعزيز النظام الفاسد المبني على تقاسم السلطة طائفيا والذي يسعى المتظاهرون إلى إنهائه إلا أن الزعماء الشيعة بحسب فورين أفيرز لا سيما مقتدى الصدر لم يتمكنوا من إقناع المتظاهرين بتوجيه غضبهم إلى الولايات المتحدة فالعراق الحالي هو ليس نفسه عقب سنوات الغزو الأمريكي عام 2003 إذ لم يستطع قادة الأحزاب اللجوء إلى ورقتين الطائفية أو معادات واشنطن لتعزيز قوتهم في مقابل وجود المتظاهرين الساعين إلى مسار يعيد السيادة إلى العراقيين والأهم من ذلك مطلبهم في إنهاء النظام السياسي الحالي